زيارة الوفدين السعودي والعماني إلى صنعام منتصف إبريل المنصر وإن لم تتكلل بالنجاح المنشود والوصول إلى اتفاق سلام شامل فقد حصدت أولى ثمارها في انخفاض العنف السياسي في اليمن وفق منظمة دولية معنية بمراقبة النزاعات في العالم مشروع بيانات صراع المسلح أكد انخفاض العنف والسجال السياسي الشهر الماضي بنسبة 30% مقارنة بالشهر السابق ووصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب المشروع المعني بمراقبة النزاع المسلح في أكثر من خمسين بلدا حول العالم قال أيضا إنه من المرجح أن يستمر انخفاض العنف المرتبط بمفاوضات السلام خلال شهر مايو الحالي انخفاض العنف السياسي وفق المنظمة المعنية بمراقبة نزاعات في اليمن لم يحجب حقيقة استمرار تصعيد العسكري فخلال الأيام الماضية شهدت محافظة مأرب وشبوى وتعز مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمقاومة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية كما أن الحوثيين مستمرون في عمليات التعبئة وتحشيد من خلال استهداف مليون ونصف المليون طالب للالتحاق بالمراكز الصيفية واستقطاب عدد منهم للقتال في الجبهات بالإضافة إلى تنظيم ما يسمى بالدورات الثقافية لغسل أدمغة المنخرطين فيها وزرع أفكار التطرف والكراهية في عقولهم ضد كل الأطراف التي لا تدين بالولا لزعيم الميليشيات الحوثية وفكريها العنصري مراقبون يقولون إن الانخفاض في العنف السياسي مرهون بالمفاوضات السعودية مع الحوثين حيث تحاول الميليشيا إثبات جدارتها بأي مكاسب سياسية واقتصادية قد تنالها من أي تسوية سياسية ولا ينم ذلك عن رغبة حقيقية في الجنوح للسلم ووضع أحد للحرب التي أشعلتها منذ نحو تسع سنوات بدليل استمرار الممارسات التي تزعزع السلم الأهلي والمجتمعي وتزرع بذور الخلاف السياسي كالمناسبات الطائفية وتغيير المناهج وتنظيم الدورات الثقافية والمراكز الصيفية وكلها مؤشرات على أن العنف السياسي في اليمن سيظل قائما ما لم يتم تجفيف منابعه وجتثاث جذوره